الوحدة التاسعة الوظيفة الثالثة للإدارة المدرسية وظيفة التوجيه عناصر موضوع التوجيه سنتحدث في موضوع التوجيه عن عملية التوجيه التي تعني بإرشاد المرؤوسين أثناء تنفيذهم للأعمال ضمانا للالتزام بتحقيق الأهداف بأقل الجهود والتكاليف كما سنتحدث عن مبادئ التوجيه بالإشارة إلى مبدأ وحداث الهدف ومبدأ وحدة الأمر كأهم مبدأين أساسية لوظيفة التوجيه كما سنتحدث عن العناصر الأساسية للتوجيه بالإشارة إلى ثلاثة عناصر رئيسية العنصر الأول القيادة الإدارية سنتحدث في القيادة الإدارية عن مفهوم القيادة الإدارية عناصرها ومفهوم القيادة التربوية وأهميتها وأهم نظرياتها في العنصر الثاني عنصر التحفيز سنتحدث عن مفهوم التحفيز وأنواعه العنصر الثالث عنصر الاتصال سنتحدث عن مفهوم الاتصال وعن عناصر الاتصال وأهمية الاتصال للقيادات الإدارية وأهمية الاتصال للمرؤوسين هنا ينبغي أن أنبه أبناء الطلبة بأن هناك أكثر من هذه الثلاث العناصر خاصة إذا رجع إلى بعض المراجع كثير من هذه المراجع تشر إلى العلاقات الإنسانية كانصر أساسي من عناصر للتوقي وتشر إلى الرضا الوظيفي كعنصر أساسي من عناصر التي تأتي لكننا في هذا الكتاب المقرر في هذه المادة سنقتصر على ثلاث عناصر رئيسية هي عنصر القيادة الإدارية عنصر التحفيز عنصر الاتصال